هذا وفدت وسائل اعلام ايرانية رسمية ان المرشد الايراني علي خامنئي استدعى حكومة حسن روحاني لمناقشة الازمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد بهدف الخروج من الازمات الاقتصادية الا ان تلك المساعي باءت بالفشل الذريع بسبب التطورات الداخلية والضغوطات الدولية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة